السلام علي النجم المباراة النهاردة مناصفة مع طبعا إمام عشور وياسر براين إمام عشور إمام عشور استحضر بقى أخيرا بعد فترة من الغياب بالنسبة لي روح عشور نجم إمام عشور اسم الله عليه اسم الله عليه النهاردة بتتكلم على العيد في وسط الملعب بيعمل كل حاجة تحملات سناية قدرة على البناء لأنه في حاجتين يتعاملوا نجاح مشترك مابين كولر اللي رجع إمام لمكانه الطبيعي إلعب مركز تمانية الطبيعي التعليقة والشعلقة بتاعت إمام اللي كانت بتحصل في مباراتي سيراميكا والزمالك تحديدا اللي في السوبر الأفريقي كانت كارثية لكلر والإمام لأن الإمام مش مهاجم بيعرفش العب ظهره ولا مهاجم تاني فالتعليقة اللي كانت بتتعمل في عملية بناء الهجمة كانت مشكلة فلهو بيساعد الأهلي في عملية البناء ولهو بيساعد نفسه أنه بيقدر يكسب رتم المباراة خلال المباراة فما قدمه إمام عشور من التحمات ضبط إقاع المباراة بشكل ممتاز تعال روح للحالات بشكل ممتاز والقدرة على التزديد المشاركة في الهجمات كل المصادر الخطورة اللي الأهلي قدمها سواء في انفراد لإمام عشور في الشوت التاني كده أن يتسبب في هدف تصويبه شلاء خالد عيسى بصعوبة أرضية هدف عالمي هنجيله لوحده والكرة الخطرة جدا اللي اتعملت في الشوت الأول برضو من تزديد تعال روح للحالات يلا يا جماعة فالرجل ساهم في كل مراحل اللعب الرجل عشان كده استحق أنه يكون الأعلى تقييماً في المباراة بص الشغل اللي كان بيعمله أمام وهو فاي أنه هو يروح للوينج ويرجع تاني إنسايد ويرجع تاني وروح جوه الملعب عمله في البراد يروح للفريم اللي بعد الرجل استلم الكرة حاول يعدي حتى الكرة بالعرض ما عدتش خدها تاني رح قرس عليها حطتها تحت رجل بص هيعدي هنا وهيحط الكرة بالعرض الفريم اللي بعده الواسع شوية هيحطها هترده أول ما ترجع له الرجل محضر القرار كمل كمل لما تجيله تاني مرة يلا لا ماشي 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 اللي فاتت دي اللي عدى فيها داخل خد الرجل على السابتة وعدى دي الراجل وجوده بص هنا كان فيما عليه شارجع الفريم اللي قبله بص وجود إمام فين دايماً كنت تلاقي إمام هو اللي عمل الباص ده يا كريم آخر العيف في الصورة تحت في الفريم على الشمال إمام دايما كنت لإيه زائق فوق إمام بيزيز تحت لكن التعليمات الجديدة والدور اللي عمله والقدرة البدنية اللي خلته يعمل سبرينت في نهاية المباراة مفراد هي دي اللي ودت إمام عشور انه يكون ندم المباراة في وجهة نظر كمل اللي بعده الفريم اللي بعده على طول نفس القصة الاتشاب ده اللي واخد الساكن بول اللي عمل الاتشاب ده كان إمام عشور اللي بعده على طول كمل كمل الهجمة الهجمة دي اللي راح الكرة في العرضة كم بدايتها هو إمام عشور اللي بعدها بص هنا بص إمام هنا ده المكان اللي إمام توجد فيه ساعد الأهل جداً النهاردة القدرة على السيطرة على الإقاع والرتم وإم تقف علشان خطر العيبة بتاعتي تطلع وإم تصرع الهجمة وإم تروح في المساحة وإم تروح انفراد وإم تدخل جوة التمنتاشر ده دي كواليتي إمام عشور عشان هنا عشان كده إمام عشور النهاردة كان في حتة تاني عشان كده الرجع التاني يسترجع ذكريات إمام عشور الطبيعي روح اللي بعد يلا اللي بعد روح اللي بعد بص هنا الرجل خد الكرة عمل التيرن هاف تيرن راح لافف وزع اللعب بعد الرجع يتحرك لقى الدنيا زحمة راح قالب الملعب الناحية التانية هنشققه مشكلة يلعب باليمين يلعب بالشمال هو اللي يدوس على الكرة ويتحرك زي ما تيجي في الكرة بتاعت الهدف بص هنا كمل كمل كمان في الكرة بتاعت الهدف اللي جابه حمود من شوية ماشي هاتف بص هنا الرجل بيغير مرعب منتقى البساطة بتروح الكرة ناحية التانية للأكرم فك الضغط اللي موجود على الاهلي دي جودة إمام بص هنا إمام الرجل هيقطع عشرين متر ما عندهش قزمة خالص حط خش بالكرة يتسبب في الهدف هات اللي بعده خلينا عشان عارف عشان الوقت نروح ليه ماشي اللقطات أسرع هو اللي قطعي لعشرين متر لخمسة عشرين متر عشان الكرة توصل لوسام اللي بعديها على طول بص هنا القدرة على التحكم في الإقاع بص طلع أكرم لوحده تماما ناحية اليمين اللي بعده اللي بعده على طول بمنتهى البساطة كمل بقى الفريم اللي بعده عشان نقف هنا بص هنا كريم إحنا بنتكلم إمام موجود في مناطق أعمق إمام موجود في وسط الملعب إمام موجود بيساعد الأهلي في الطروع بالكور إمام موجود فيه إمام موجود أربعة على أربعة هجم أربعة على أربعة الرجل تلعب من وسط الملعب موجود في البراينسايد ناحية الشمال لوحده وبيشوت وبيشوت وبيجيب جول على طريق كابتن ماجد بمنتهى البساطة كرة دي كان معمول عليها زوم إن في المباراة بسيبك معلاش وقت نجيبها الحد سود المتال ناحية الكور إيه ده هو يشوت ولا إيه هو الراجل في دي البساطة الحد بكرها راحت ودخلت الـ 18 هو مش مصدق التكنيك إن العيب خدها هو متوقع هيستلم هيسند لإن قابليها على طول إمام شاط واحدة راحت وحشة قوي بنفس الشكل بنفس التكنيك ده لكن التكنيك لا مش فريم كمان التكنيك اللي شاط بي اللي شاط بي إمام بالنسبالي إرجعتين الفريم اللي قبله التكنيك اللي شاط بي إمام بالنسبالي التكنيك العيب كبير قوي مش بس جودته جوه المباراة القدرات اللي قدها إمام جوه المباراة لا التكنيك هات الفريم اللي قبله سبحان التكنيك اللي شاط بي اللي قبله يا شباب اللي قبله كمان وهو بيشوت كمان واحدة كمان واحدة كمان واحدة لو عرفنا طيب بص الراجل محضر عمل سوينج لعبت التنس لعبت التنس علشان يحط الكرة بتمكن كامل بيروح فتح إيده لو ترجعلي هنا تاني يروح فتح إيده للآخر علشان خاطر يبقى معاه كل القدرة يحطها في المكان اللي هو عايزه فإمام عمل كده نزل بسدره بعيد خالص عن الكرة وحط رجله عشان يبقى معاه مساحة الإزاحة بيسموها المهاتسين بيسموها الإزاحة عشان يعني معاه مساحة الإزاحة يحطها مكان ما هو عايز يحطها في وسط الجول يحطها راحة الشمال يحطها يمين الراجل فتح رجله تماما ورجع قفلها ووش رجله تاني